سيهاجم باران جواهر بكل قوته للقضاء عليه لكن لثوء الحظ نظر لأن جواهر شخص سيء القلب فسيكون دائما متقدما بخطوة على باران لأن جواهر لا يقاتل بشجاعة مع آدائه لهذا السبب أهزم جواهر باران باللجوء إلى الغش لكن في الحلقة القادمة لن يتمكن أحد من إنقاذ جواهر لأن جواهر سيتم القبض عليه مرة أخرى في النهاية لكن لثوء الحظ لن يدوم اعتقال جواهر طويلا لأن باران لن يتمكن من الحصول على أدلة مهمة من شأنها أن ترسل جواهر إلى السجن كما أن الشخص الذي سيبلغ عن جواهر سيموت في المستشفى بسبب حسن لأن حسن سمم الرجل الذي استدعاه باران كشاهد له في الحلقة السابقة ومن الطبيعي أن يموت هذا الشخص لكن إذا كنتم تتذكرون كان قدرة بيك متشككا في حسن وقدرة بيك لن يفعل أي شيء لحسن إذا كان قدرة بيك هو الذي قضى على حسن فإنه سيقول الحقيقة لباران منذ لحظة تعافيه بمعنى آخر سيفشل قدرة بيك في كشف الحقائق مرة أخرى ستدق أجراس الفراق لباران ودلان لأن جواهر سيهدد دلان مرة أخرى في الواقع سيختطف جواهر الطفل ميران بفضل حسن أو سيحتفظ جواهر بالطفل ميران ويبتز دلان ستزبر دلان أيضا على مغادرة باران من أجل طفلها الوحيد من ناحية أخرى سوف ينزعج باران معتقدا أن دلان تركتها بلا معنى بدفع على حقد مع رحيل دلان من القصر ستكون عائلة كرابي بأكملها في حالة من الفوضى لأنه إذا كنتم تذكرون في الحلقة السابقة حلم دلان بشيء لم يكن ينبغي له أن تحلم به بدلا من أن تحلم بأحلام جيدة اعتمدت دلان على أحلامها سيئة في حلم دلان كان باران ودلان ينفصلات قال باران لديلان لقد تركتيني بسبب الحق هل أنت سعيدة الآن؟ وقال أيضا أن عائلة باران كرابي تفككت وأصيب قدرة بيك بالشلل مرة أخرى وتم تلاقى جلوفرة لذا وبالنظر إلى أحلام دلان السيئة يمكن من القول أنه سيكون هناك مشهد حزين في خاتمة الموسم من المسلسل وسنرى هذه الحقيقة معا قريبا كما أننا قريبون جدا من نهاية الموسم للمسلسل سينتهي موسم المسلسل في 5 يوليو إذن هل تعتقدون أن السيد قدرة هو رجل عائلة جيد؟ سأكون في انتظار تعليقاتكم أدنى